هكذا أحب الله العالم هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم عن هذه الآية الذهبية ونحن نقترب من أيام الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح يخيم على الأراضي المقدسة وشحة من الحزن فالعديد أو أغلبية الكنائس التاريخية والكنائس الأخرى كلها عبرت عن هذا الحزن بعدم الاحتفال بعيد الميلاد أو الزين الخارجية فقط اقتصر العيد على اجتماعات صلاة واحتفالات داخلية داخل الكنائس فالكل يتطلع إلى السلام والكل يحاول وينادي باختبار المحبة والكل يتمنى في هذه الأيام وقف الحرب ونرى السلام في بلادنا هذه البلاد التي لم تعلم ما هو لسلامها من آلاف السنين إلى يومنا هذا وهكذا أحبائي تم قول يسوع المسيح الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون وأن سفك دماء الأبرياء لابد أن يقود إلى اللعنة لعنة على هذه الأرض فالأرض تحتاج إلى إبراء تحتاج إلى شفاء وتحتاج إلى لمسة إلهية وهذه اللمسة أحبائي هي من خلال يسوع المسيح للأسف المرفوض من الديانات الأخرى وغير مدرك أو مفهوم من العديد من المسيحيين اللي راحوا ركزوا على أمور جانبية كثيرة ونسوا الرب رب العيد ونسوا هوية يسوع المسيح ونسوا المخلص ونسوا الغرض الأساسي والرئيسي من تجسد المسيح في ملء الزمان ولد في بيت لحم لكي يتمم الخلاص للجنس البشري الخلاص من الدينونة الخلاص من الخطية الخلاص الأبدي الخلاص الذي يقود إلى الحياة الأبدية بيسوع المسيح فابقوا معي لأنه عاوز أتكلم عن هذه الآية الجوهرية التي تعتبر قلب الإنجيل بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر